كنا يوم أمس مع أعظم آية في كتاب الله جل وعلا وتحدثنا عن الجملة الأولى منها وهي قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو وانتهى الوقت قبل أن نكمل الحديث عن صفات الله جل وعلا وعن أفعال الله جل وعلا أليس كذلك؟ نكمل ما تبقى وندخل في بقية الآية بالإجمال ذكرنا ما يتعلق بقواعد التوحيد أو أصول التوحيد المتعلق بالإمام بالله الإمام بوجوده الإمام بربوبيته وأركان الإمام بربوبيته الإمام بألوهيته وأركان الإمام بألوهيته الإمام بالأسماء والصفات وقواعد الإمام بالأسماء وقواعد الإمام بالصفات وبقي أن نتكلم على الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى ونذكر أن أفعال الله جل وعلا تدور بين أمرين اثنين لا تخرج عنهما الأمر الأول العدل والأمر الثاني الفضل فلا يفعل الله جل وعلا فعلا إلا وهو عدل وفضل عدل من جهة وفضل من جهة إذن إذا قلنا عدل فلا ظلم وإذا قلنا فضل فلا منا فلا منا لأحد على الله عرفت يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإمام إذن إذا صمت المنة لله ليست لك إذا صليت ألمنا لله ليست لك إذا تصدقت ألمنا لله عليك أنه هداك أصلا إذ هناك من هو محروم من الصلاة محروم من الزكاة محروم من الصوم محروم من الإسلام كله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هناك مسائل تطرح في هذا الباب وهذا الباب يدخل في باب القدر وقد تكلمت لكم عن القدر في تفسير سورة القدر وفي تفسير سورة القمر إذا كنتم تذكرون وذكرنا أن القدر يقوم على أركان فما هي أركان القدر الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان ما هي الركن الأول علم الله الذي أحاط بكل شيء أن تعتقد أن الله وسع علمه كل شيء هذا رقم واحد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون مهاتكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلم إحاطة علمه بكل شيء هذا رقم واحد رقم اثنين أنه على ما أنه إذا شاء شيء فعله فلا يحدث شيء بعلمه إلا بمشيئته المشيئة العلم والمشيئة والقدرة والكتابة العلم أولا والكتابة ثانيا والقدرة ثالثة والمشيئة أربعة هذا رقم بالترتيب علمه وسع كل شيء كتابته لما علم يعني ما علمه كتبه وكل شيء وكل شيء أحصيناه ذي إمام مبين ما علمه وكتبه قادر على تنفيذه إذا أراد تنفيذه وهذا اللي يسمى القضاء وهو تنفيذ القدر ثم ثم ربط ذلك التنفيذ بالمشيئة فإذا شاء أمضى وإذا شاء لم ينضي قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وبعد ما ماتت خديجة جاءه جبريد يحمل في المنام يحمل عائشة على كفه قالوا يا رسول الله هذه زوجتك نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فالمنام عرفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل إن يرد الله أمرا يمضه فأراد الله وأمضى الله وكانت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبة لرجل آخر تروا كانت مخطوب كان ملك عليها بن عمها كما يقولون فأبى الله إلا أن تكون عائشة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية بنت حويي بن أخطب كانت لرجل آخر وأبى الله اللي أن يأخذها من ذاك ويعطيها لرسول الله رأت رؤيا قبل أن تتزوج رأت في المنام أن قمرا سقط في حجرها فجاءت تجري وهي طفل عمرها 15 سنة لأبوها حيي بن أخطب وعمها قالت يا أبا ته رأيت في المنام قمرا سقط في حجري فلطمها حتى سألت الدماء من عينها قال لها أترغبين أن تتزوجي نبي العرب فدع عمها وقال لجي بولدك خلن زوج البنت يأخذها محمد وشوي غزوة الأحزاب غزوة خيبر وتفتح خيبر ويقتل حيي بن أخطب ويقتل عمها ويقتل زوجها وتأخذ سبي وتقول أنها تريد رسول الله سلم تسأله عن الرؤية التي رأت من قبل ويحقق الله ما أراد وتكون صفية بنت حيي بن أخطب زوجة لمحمد صاصل بنت أبوها يهودي عمها يهودي لكنها أم المؤمنين إذا شاء الله أمرا أمضاه فمشيئة الله لا يمكن أن ترد بمشيئة كائن من كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشأ الله إذن هذا متعلق بأفعال الله القدر كله متعلق بعلم الله ومشيئة الله وأفعال الله وعلم الله ومشيئة الله وأفعال الله تعلم بصفات الله وأسماء الله وصفات الله وأسماء الله دالة على ذات الله جل وعلا وذات الله واحدة لا تتعدد له الصفات العلا له الأسماء الحسنى إلى غير ذلك هذا إكمالا لدرسه أمس ندخل اليوم في بقية الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم طبعا بقية الآية تفصيل لما أجمل في قوله تعالى الله لا إله إلا هو أما الصفة الأولى الحي فالألف واللام التي جاءت قبل لفظة حي دلت على استغراق النوم واستغراق الجنس أي جميع ما يمكن يندرج تحت لفظ الحياة من كمال الصفات ومن كمال الذات واجب في حق الله فاهمين فكل حي لا تكن حياته صحيحة إلا إذا كان سميع إلا إذا كان بصير إلا إذا كان متكلم إلا إذا كان قادر إلا إذا كان مريد فجميع الصفات التي تقتضيها كلمة الحياة وهي صفات كمال هي مثبتة لله وجميع الصفات التي هي نقص في الحياة هي من فيها عن الله ليس بأبكم ولا أصم ولا أعمى ولا غير ذلك من صفات سلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن الدجال أعمى أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال الله عز وجل عن الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لكن الله يسمعكم إذ تدعون ينفعكم إذا طلبتم النفع يضر أعداءكم إذا استنزلتم ضره بعدوكم إلى غير ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لكن من ابتعد عن اسم الله واتخذ اسما آخر غير الله يدعوه من دون الله إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبأكم ما أنزل الله بها من سلطان لا ينفعه شيء هل ينفعونكم إذ تدعون نعم إذن الحي كل حياة ولله المذل أعلى تقوم على مقومات غير حياة الله كل حياة قبلها موت فهي حياة ناقصة كل حياة لها بداية فهي حياة ناقصة كل حياة يتبعها الموت فهي حياة ناقصة كل حياة تنتهي فهي حياة ناقصة كل حياة يمر عليها المرض والسقم والنوم والنعاس والألم كلها حياة ناقصة كل حياة يعتريها الخوف والحزن هي حياة ناقصة لكن الله حياته لا بداية لها هو الأول بلا ابتداء لا نهاية لها هو الآخر بلا انتهاء حياته لا تقوم بمقومات كما تقوم حياتكم أيها الناس إذا لم تأكلوا ماذا يكون تموتوا إذا لم تشربوا تموتوا إذا اشتد الحر عليكم ما في مكيفات تموتوا إذا اشتد البرد فوق الحد المعقول تموتوا إذا تحتاجوا إلى جو إذا أكل إلى شرب إلى أرض تقلكم إلى سماء تضلكم إلى ماء تشربون إلى طعام تأكلون إلى 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 إذا لم تجدوا هذه المقومات فلا حياة صح ولا لا؟ لكن الله حياته من غير أكل هو يطعم ولا يطعم من غير شرب من غير أي مقوم من مقومات الحياة اللي عندكم هو خالق الزمان كله خالق المكان كله خالق الخلق كلهم لا يحتاج لشيء مما خلق هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إذا الحي إذا علمت أن الله هو الحي فاعلم أنك أنت ميت إنك ميت وإنهم ميتون والحياة حياتا حياةٌ مخلوقة وحياةٌ غير مخلوقة الحياة الغير مخلوقة لله وحده والحياة المخلوقة لما سوى الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وقدم خلق الموت لأنه مكتوب على ما سوى وذنى بذكر الحياة لأن حياة جاءت بعد الموت ويعقب بها الموت ليست بحياة تحيي القيوم ما معنى القيوم القيوم مبالغة من القيام بأمور الخلق الرجال إيش قوامون كل واحد قوام قوام صيغة مبالغة من القيام بشؤون بيته زوجته ولاده وعياله لكن الله قيوم قائم بالكون كل بملائكته بإنسه بجنه بسماواته بأرضه بآخرة بجنة بناره بدنيا ببرزخه كل شيء بالبحار بالبر كل ذلك لا يقوم إلا بالله ومعنى القيوم الذي لا يقوم شيء إلا به وهو يقوم بدون أي شيء قائم بذاته ومعنى قائم بذاته ولا يقوم غيره إلا به لو لا الله لما كنتم أحيا فهو الذي أحياكم لو لا الله لما كنتم موجودون أصلا فهو الذي أوجدكم لو لا الله لما كان شيء لأنه هو الذي كون الشيء من لا شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن عرفتم؟ القيوم ولما وصف نفسه جل وعلا بالحي القيوم أكد أن قوامته للكون كله لا يعتريها نقص كل قوامة غير قوامة الله يعتريها النقص أنت تنام عن أهلك تنام ولا لا يحتاجون مستشفى أنت نايم لا تصحوني يحتاجون أكل خليه بكرة يحتاجون حاجة معينة لباس العيد خليه بعدين تأخير إما بنوم إما بتعب إما بمرض إما بزعل إما إما إلاق إما بفقر ما عندك ودك بس ما عندك صح ولا لا لكن رب العالمين قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السنة بداية النعاس والنوم نهاية النعاس يعني النوم معروف النوم الموت الأصغر والموت النوم الأكبر وكل هذه نقص في الحياة وكلها منفية عن الله فهو حي لا يموت ومع أنه لا يموت لا يحصل له أي حدث مما يشابه الموت لا نوم ولا نعاس ولا غفلة ولا 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 إلى أخير ولا نسيان ما ينسى ولا ينام ولا يحق له أن ينام كل يوم هو في شأن النمل باتصال مع الله الطير في جو السماء باتصال مع الله الحتام في البحر باتصال مع الله الملائكة في عليائها باتصال مع الله الأنس والجن باتصال مع الله كل يسأله كل يعبده كل يلجأ إليه كل يتمنى رضاه وإن من شيء إلا يسبحه بحمد وليش قال يسبح بحمده الحمد يكون على ماذا الحمد يكون على النعمة ويكون الحمد على الفضل ويكون الحمد على صفات الكمال كلها صفات الجلال كلها صفات الجمال كلها فكل خلق الله مسبح بحمد الله بإنعامه بجلاله بكماله بإفضاله بغير ذلك من عطائه ونوالي سبحانه الحي القيوم لا تأخذه سنة هنا قاعدة التوحيد نفي وإذبات الله لا إله إلا هو لا إله نفي إلا هو إذبات الحي القيوم إذبات لا تأخذه سنة ولا نوم نفي فهمين هذه الصفات مثبتة وهذه الصفات منفية تخيل لو كان الله جل وعلا ينام وأنتم قائمين في التهجد وتدعو والرب نائم من بصحي لكن لا تأخذه سنة ولا نوم أعبد ربك في أي وقت من ليلة ونهر ما يكون من نجوة ذلاذة إلا هو رابع النجوة الكلام الخفي ولا خمسة إلا وهو سادسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر باقي عدد ما جاء كل عدد جات أدنى من ذلك إلى ما دون العدد وأكثر من ذلك إلى ما لا نهاية من العدد إلا وهو معهم أين ما كانوا وقال تعالى فأينما تولوا فذم وجه الله يعني يراكم حي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم قالت عائشة رضي الله عنها عجبا لسمع الله ما أشاء الله تبارك الله على سمع الله تخاف تضر الله بالعين هذه هم المؤمني تقول تبارك الله على سمع الله تبارك سمع الله والله إني لجالسة يوم جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله فما سمعت شيئا مما قالت أنا قاعدة جنب النبي صلى الله عليه وسلم هذه عائشة تكلم والمجادلة حطت فمها في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي ما أود أحد يدري ومن فوق سبع سماوات من فوق العرش يقول الله قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما اللي أنت قلت لها واللي هي قلت لك وعائشة قاعدة ما سمعت شيء سبحان الله قال داود يوم أوحى الله إليه أن يرتل الزبور ويجوده فجوده الزبور كلام الله داود رسول الله هو أعطيه مزامير في أعطيه سبعين مزمار في رقبته إذا طلع يطلع سبعين صوت مختلف داود من أعجب العاجب في الصوت معجزته في صوته فيوم بدأ يقرأ الطيور طريبت والجبال طيبت فاستأذنت الله أن تؤوب معه تردد معه تدخل معه في الجو فأذن الله للطيور فأخذت تردد بنغامها مع داود زبور وإصبحت الطيور إذا بدأ داود يقرأ تشوف ألاف الطيور جاي والجبال غارت قالت له يا ربي هذا كلامك وهذا عبدك وأنا مخلوق فأذن لنردد معهم الجبال فأذن الله للجبال يا جبال أويبي معه والطير يلا شاكم الأذن من الله فرددت الجبال صوت الجبال ما مثل صوت داود ولا صوت الطيور صوت مجلجل قوي حتى صم آذان داود مع داود يسمع صوت نفسه من قوة صوت الجبال فرفع يده قال اللهم اللهم أصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك على الفطرة يحسب أن الله تختلط عليه الأصوات وهذه الفطرة البشرية كل البشر يعني على الفطرة فماذا حصل أرسل الله جبريل عليه السلام فورا لداود يعطيه درس عن سمع الله جل وعلا فنزل جبريل قال يا داود إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تتبعاني يلا تعال وراي فيأتون إلى جبل من الجبال اللي تأوب مع داود جبل ضخم فيضربه جبريل فينفلق نصفي فيدخل جبريل وداود إلى قعر الجبل وقعر الجبل في الأرض كم تسعة أعشار الجبل في الأرض والعشر فقط فوق يعني اللي تشايف فوق الأرض عدمته عشر مرات تحت نزلوا إلى قعر الجبل في ظلمات لا ترى شيئا لا تسمع شيئا فقال داود يا جبريل تسمع شيء؟ قال لا تبصر شيء؟ قال لا فأنار الله قعر الجبل وإذا بجبريل يأخذ حجر من ذاك الجبل ويضعه في كف داود قال له أبصرت هذا الحجر؟ قال نعم ففتته جبريل وأصبح فتات وإذا بذاك الفتات تخرج منه دودة صغيرة في ثمها ورقة خضراء طلع صوت تسبيح لله عايشة في ذك الصخرة في قعر ذاك الجبل تبح الله قال له أبصرت شيئا؟ قال أبصرت دودة قال سمعت لا صوت؟ قال لا قال قدربها من الناج فقربها حتى وضعها فإذا بها صوت ضعيف يطلع ويختفي مرة ويطلع ويختفي مرة قال له إن الله يقرئك السلام ويقول لك إنه يسمع تسبيح هذه الدودة في قعر هذا الجبل وهو يرزقها كما ترى فكيف لا يسمع صوتك وأنت فوق الأرض عرفتم؟ الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم له ما في السماوات اللام لام الملك واللام لام الاختصاص فما في السماوات ملك لله وما في السماوات الأمر به لله فلا أمر في السماء إلا الله ما هناك ملك ولا أمير ولا وزير ولا رئيس في السماوات إنما الملك فيها لمن يتنزل أوحى في كل سماء أمرها لكن الملائكة لهم نظام بأمر الله كل سماء فيها جنس من الملائكة يختلف عن جنس السماء الثاني فالملائكة مختلفون وكل سماء فيها ملائكة مقربون وملائكة دون ذلك يعني الملائكة كلهم مقربون وكلهم مكرمون لكنهم درجات كما قال تعالى وما منا إلا وله مقام معلوم أعلى الملائكة ملائكة السماء السابعة وما فوق ما فوق السماء السابعة ملائكة السدرة سدرة المنتهى ومنهم جبريد مقامه عن سدرة المنتهى كما قال تعالى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى هؤلاء الملائكة جميعا ملك لمن لله لهما في السماوات الأنس والجن والطير والهوام والدواب والدول وكل شيء ملك لمن اللي في الدنيا اللي في الأرض لله لهما في السماوات وما في الأرض في سرطها وما بينهما وما تحت الثراء وشو اللي تحت الثراء النفط والبعادن والحديد والنار والزلازل البراكين لكل ملك عرفت ما في الأرض له ما فوق الأرض له ما بين السماء والأرض له ما في السماوات له كل شيء له حتى أنت له أنت لمن؟ تأكد؟ خرص إنا لله وكل شيء لله وكل شيء راجع إلى الله طيب له ما في السماوات وما في الأرض من؟ طبعا قوله له ما في السماوات وما في الأرض بيّن لنا في سورة النجم الحكمة من خلق السماوات والأرض فقال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة طيب عندما تخرج من الكون تخيل نفسك خرجت من الكون وأصبحت قدامك السماوات السبع ملأة بالملائكة والأراضين ملأة بالأنس والجن والطيور والهوام والدواب وإلى آخر وهذا كله عنوان ملك لله وهذا كله يسبح لله زين؟ لكن نظرت في الملائكة فوجدتهم أربع وعشرين ساعة في عبادة قيام ركوع سجود تسبيح الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا كله عبادة ونظرت للأرض فوجدت معصي هنا زناء وهنا منكر وهنا 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 غفل وهنا كفر وهنا الشرك وهنا وهنا إلى آخر وأنت تنظر للكوم من بره والله جل وعلا ينظر هؤلاء يعصونه ويمهلهم وهؤلاء يطيعونه ويكرمهم رأيت هذا كله ماذا تقول ماذا تقول هل هؤلاء الذين يعصونه لا يعلم بمعصيتهم يعلم والله ما يعلم وهل أولئك الذين يطيعونه لا يعلم بطاعتهم لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه فعلمه وسع العاصين وإذنه وسع الطائعين ومن استأذن من العاصين ليكون من الطائعين وجد الباب مفتوح ومن أراد من الطائعين أن يخرج ليكون من الطائع العاصين الباب مفتوح من شاف اليوم ومن شاف اليكفر لكن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثال العدل والفضل ولا يخلو فعل الله من عدل وفضل عرفتم؟ طيب له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هل يستطيع ملك مقرب أن يتكلم شفاعة حتى يأذن الله له؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه حتى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأم يوم القيامة هل يشفع قبل الإذن؟ لا قال فتأتي الخلائق إليه فيقول أنا لها أنا لها ثم يخر ساجدا تحت العرش يستأذن من الله فيؤذن له يا محمد يرفع رأسك واشفعت شفع واسأل تعطى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة في الدنيا تكون بالعمل أنتم عندما تصلون العصر تشفعون لأنفسكم بالصلاة عند الله أن يتقبلها عندما تصلون أي صلاة شفاعة عندما تصومون شفاعة عندما تزكون شفاعة ولذلك هناك شيء يسمي العدل ويشيء يسمي الشفع العدل الفرض والشفع النفل لا يقبلوا منهم عدل ولا تنفعهم شفاعة العدل الفرض الفرائض كلها عدل وما زاد على الفرائض من النوافل يسمى شفاعة فمثلا تأتيت بالصلاوات الخمس فحتى تقبل منك هذه الصلاوات وتكون كاملة تأتي بالشفاعة معها من النوافل جبت معها الوتر جبت معها الشفع جبت معها قيام الليل الضحى إلى غير ذلك من الصلاوات شفعت بها الفرض يقول يا ربي هذا الفرض الذي أمرتني بي في الصلاة ويا ربي هذا شفع يعني هذا ما يشفع لي عندك حتى تتقبل مني الفرض ولهذا قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب عرفت فكل فرض هو عدل وكل نفل هو شفع لكن من الذي يشفع عنده إلا بإذنه من الذي يستطيع يعمل فرض حتى يأذن الله له أو يعمل شفع بعد فرض حتى يأذن الله له فاهمين والله لو لله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ما نستطيع نسوي شيء عارفين طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في مجال ثاني بعض الناس يقول لك أنا زاهب إلى المدينة المنورة ماذا تريد؟ أريد أزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أطلب منه أن يشفع لي عند الله زين تذهب أنت إلى المدينة وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك عند الله هذا الطلب يغنيك عن طلب الآخرة ولا لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالشفاعة متى؟ في الآخرة وفي حياته يشفع مرتين في حياته وهو حي ويوم القيامة أما ما بينهما فلم يؤذن فيه بعض الناس يأتي للقبر ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قبور ثانية هذا قبر الولي الفلان وهذا قبر الصالح الفلان ذاهب إليه يشفع لي هذه عقيدة باطلة وقد تؤدي للشرك وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما أحد يقربك إلى الله إلا إذا أذن الله ولم يأذن الله جل وعلا لأحد أن يكون شريك ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديه يعلم ما بين أيديه طبعا هنا نكتة مهمة نكتة ليست مضحكة لكنها نكتة علمية العلماء يقولون في النكة المسائل اللي دقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا إذا استيقظ من النوم ماذا يقول؟ قل الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره أذن لي بذكره تجد ناس يصحون وينامون وكل شيء يخطر على بالهم إلا الصلاة صح أو لا؟ تجد ناس يشترون ويبيعون وكل شيء يخطر على بالهم إلا الصدق تجد ناس يأكلون ويشربون ويتداوون ويروحوا كل مكان وكل شيء يخطر على بالهم إلا الصوم وتجد ناس يسافرون شرق الأرض وغربها ويمين ويسار وكل شيء يخطر على بالهم إلا الحج لم يؤذن لهم لو أذن الله لهم بالطاعة لكان هذا أول شيء عندهم لكن لم يؤذى له نسأل الله العافية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديكم الدنيا وما خلفكم الآخرة والدنيا والآخرة عند الله سواء ما في الآخرة يعلمه وما في الدنيا يعلمه ما بين أيديهم يومك وما خلفهم بكرة ما بين أيديهم أمامك وما خلفهم خلفك كل ذلك يعلمه الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أن تعلم ما بين يديك؟ هل تعلم أن بين يديك ملائكة وبين يديك شياطين؟ هل تعلم من خلفك ملائكة وخلفك شياطين؟ هل تعلم عن يمينك ملائكة وعن يسارك شياطين خذ قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد إذن أحاطت بك ملائكة الله من جهتك الأربع طيب الشياطين قال الشيطان لآتي أنهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فاهمين فإذا كنت ذاكر لله الملائكة طردت شياطين وحفظك الله بها إذا غفظت عن ذكر الله تركتك الملائكة واستحولت عليك الشياطين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرد فاهمين إذن أنت هذا الصراع بين يديك والصراع من خلفك والصراع عن يمينك والصراع عن شمالك ما تدري عنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء انتهى الوقت نكمل نأخذ وقت لسئلة ومشكلة يعلموا ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي من علمه يا سلام علمكم أحاط به في أحد منكم عنده شي سر ما يعلم به الله في أحد يستطيع يخفي شي عن الله وين تخفي وين تخبي عن الله لكن أنت لا تحيط بشي من علم الله تعرف شي عن الله رأيته ما تعرف عنه شي وهو يعرف عنك كل شي هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تقى ما يروح واحد يلبسه بقصير ولحية وسواك ويحط عمه ويسوي نفسه شيخ وهو من تحت الله يستر صح والله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير لطيف خبير رحيم ودود كريم ستير والله لو لم يسترنا الله ما يجلسوا أحد منه جنب الثاني ولو كان للذنوب روائح ما أحد استطاع يصالي في المسلم صح الله لا كلا انتفوح منه رائحة الذنوب لكن ربنا ستر وربنا غفر وربنا رحم وربنا جعل الصلوات هذه مثل غسيل تغسل الذنوب كل ما يجي تغسل ذنوبك وتطلع بلا ذنب ويجي الصلة ثانية تغسل اللي جاء بعدها وهكذا أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من درانه من شيء؟ قالوا لا قال فذلكم مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا الحمد لله رب العالمين ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء ماذا شاء الله؟ أن نحيط به علما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا القليل هو الذي يتكلم فيه العلماء والأنبياء والمرسلين والملائكة والخلق كله وهو قليل من علم الله موسى والخطر في رحلتهم البحرية بعث الله لهم طير يعطيهم درسهم لاثنين ما هو الدرس؟ الطير هذا نزل في البحر وأخذ قطرة وطار فقال الخطر يا موسى أبصرت الطائرة؟ قال نعم أبصرته قال أبصرت ما صنع؟ قال نعم قال أرأيت ما أخذ بمسايا من قاره من ماء البحر؟ قال نعم قال ما علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص هذا الطير من هذا البحر نقص شيء؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء شوف كم ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض ما هو الكرسي؟ كثير من الناس يعني يغفل أو أنه يجهل يقول هذا اللي أنا جلس عليه الآن يسمى كرسي صح؟ وهذا خطأ هذا ليس بكرسي هذا يسمى مقعد ولا يسمى كرسي الكرسي ما تضع عليه القدم الآن تحت قدمي تحت هذه الطاولة مخد هذه المخدة تسمى كرسي عند في اللغة العربي فالكرسي ما يضع عليه الجالس قدميه مسندة القدمين ولله المثل الأعلى هذا في العادة الملوك تكون لهم عروش ويكون تحت العرش محل ما يجلس الملك مسند لقدميه تسمى كرسي تحت طيب ولله المثل الأعلى لم يتكلم الله عن عرشه وإنما تكلم عن الكرسي وهو أصغر من العرش بكثير فقال وسع كرسيه السماوات والأرض بقي معنا نعرف هذه السعة كيف فنأتي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله لن يبين القرآن أحد مثلك أنت المبين ما معنى وسع كرسيه سماوات الأرض فماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع من كرسي الله إلا كحلقة رميت في فلاه الحلقة ما يضع في أنف البعير الحديدة الصغيرة اللي في خشم البعير اللي تضع فيها الزمام لو أخذتها ورميتها في الربع الخالي ما زادت عليه الكرة الأرضية على تلك الحلقة هو ما زاد به الكرسي على السماوات والأرض شفتوا سيعة قديش ثم قال بعد ذلك وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض يعني الكرسي مع العرش كحلقة الرمية في فلاه إذن كيف عظمة العرش فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب عرش العظيم أعظم مخلوق خلقه الله العرش وهو سقف المخلوقات ما خلق الله مخلوق إلا هو تحت العرش حتى الجنة جنة عرضها السماوات والأرض أرض وسيع وكذا لكن سقفها عرش الرحمن وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما يعني هذه السماوات من اللي يحفظها منها ما تسقط بعضها على بعض يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولإن زالتا إن أمسكهما من أحد إلا الله الآن الكرة الأرضية كيف ذبتها؟ هل تحسب أن الجبال هي اللي مذبتتها؟ الكرة الأرضية إذا خرجت منها ونظرت إليها هي كرة في الفضاء كرة في هواء ليش ما ثبتت؟ هناك حكمة إلهية مغناطيس معين جاذبية معينة بأمر الله وزنت هذا الكون كله ما بين السماء والسماء ما بين السماء والأرض ما بين الكواكب الكوكب والكوكب كل ذلك بمقدار لا يتقدم هذا ولا يتأخر وكلهم في فلك يسبحون بأمر الله جل جل شفت القادر؟ سبحانه وتعالى ولذلك أنت تقول نحن الآن جلسين على الأرض وتحتنا الأرض والأرض طيب الأرض جلسة ليش؟ ورد في كتب الإسرائيليات وهذا من كل من باب التكريب أن الله عز وجل خلق ثورا عظيما حمل الأرض بين قرنيه وخلق حوتا عظيما حمل الحوت الثورة وخلق جبلا كبيرا حمل ذلك الجبل الحوتة وخلق بحرا هذا كل كل ما أنزل الله بهم السلطان لا ثورا عظيما ولا حوتا عظيما ولا جبلا عظيما الأرض تجري والشمس تجري والقمر يجري والأفلاك كلها تجري وكل في فلك يسبحون إذا رأيت تشوفين يسبح كما يسبح السابح في الماء أو يسبح السابح في الهواء كل في فلك يسبح وبأمر الله عز وجل يمتثل حتى يأتي أمر الله فعندئذ حملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة عندئذ تبدل الأرض غير الأرض عندئذ تمتد الأرض ولا تبقى كرة سر به الفراش وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ولا يؤدوا حفظهما يعني إذا كان الله حافظ السماوات السبع ما يقربهم شيطان قال تعالى والصفة صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزنة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم شدوا خلقا أمن خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون شفتوا كيف القرآن ولا يؤدوا حفظهما الشيطان نحن ما نشوفه وإذا قام وتوجه إلى السماء الشهاب يأتي إليه فيقتله بشهاب ثاقب بشهاب ثاقب يرمى لهذا قال الشياطين وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد يلا انطلقوا يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أغطار السماوات والأرض فانفذوا يلا تستطيعوا أن تنفذوا من أغطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله العلو صفة ثابتة لله والعظم صفة ثابتة لله ولما كان العلو صفته كان الأدب معه التواضع فأحب العبادات إلى الله ما كان فيه الإنسان أقرب إلى الأرض وهو السجود عرفت؟ والعظم رداؤه إزاره صفته كبرياء والعظمة فالتواضع صفة أن يتصف العبد بعبوديته لله بصفات العبودية قال بعض السلف قال كلما تحقق العبد بصفات العبودية جاءه المدد من الله تحقق بصفات العبودية يأتيك المدد تتصف بصفات الألوهية يأتيك المقت والغضب كما حصل لفرعوه صلى الله العافيه طيب هنا فائدة العلي في ميزان الناس أن الشيء لا على صغرة الطائرة في مطار جدة أو في أي مطار على الأرض كبيرة فإذا طارت في السماء كل ما علت صغرت صح ولا لا؟ شوفها الطائرة بعيدة كانها ذنبانة صح ولا لا؟ وهي أبوينغ ثلاثة مئة وثلاثة والله إرباص لكنها لما علت صغرت فكل مخلوق يعلو يصغر لكن الخالق هو العلي العظيم العظيم في علوه والعلي في عظمته لا شيء عظم منه علو الله صفة ثابتة سبح اسم ربك الأعلى والفطرة جبلت على ذلك الجارية قال لها نبصصين الله فأشارت بأصبعها إلى السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة بهذا تنتهي آية الكرسي وينتهي الوقت